اشتركوا في القناة توليم جوكوي الأمين العام للأسيان وبهذه المناسبة ألقى معالي وزير الخارجية كلمة أعرب فيها عن خالص شكره لمملكة تايلند على دعوتها الكريمة لمملكة البحرين للانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا أكد معالي وزير الخارجي اعتزاز مملكة البحرين بالانضمام إلى هذه المعاهدة في خطوة مهمة تعكس حرص مملكة البحرين على تعزيز العلاقات مع دول الأسيان ودعم دورها على الصعيدين الإقليمي والدولي وتطوير آليات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأسيان بما يلبي التطلعات المشتركة لدولها وشعوبها ويسهم في ترسيخ سبل الأمن والسلم في المنطقة والعالم من جنبه هنأ معالي السيد دون برامو دوينا وزير خارجية مملكة تايلند مملكة البحرين على انضمامها إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا معربا عن تطلع دول الأسيان للعمل مع مملكة البحرين في شتى المجالات بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع متمنيا لمملكة البحرين كل التوفيق والنجاح تجسيدا لرؤية جلالة الملك المفدى يده الله ورعاه في ترسيخ أواصر التعاون مع الجميع وتشجيع الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان ودعم كل الجهود الساعية لتعزيز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين والاهتمام بتطوير العلاقات والتعاون المشترك مع القارة الآسيوية بوجه عام ومع رابطة الآسيان بوجه خاص قام معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بالتوقيع على وثيقة انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا وذلك تنفيذا للمرسوم الملكي رقم تسعة وثمانين لسنة الفين وتسعة عشرة بانضمام مملكة البحرين إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا وبروتوكولاتها المعدلة حتى عام الفين وعشرة وقد أجريت مراسم التوقيع على الوثيقة خلال اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا الآسيان الذي يسبق أعمال القمة الخامسة والثلاثين للرابطة وقد جاء انضمام مملكة البحرين إلى المعاهدة بعد موافقة الدول العشر الأعضاء للرابطة وبالإجماع على ذلك لتكون البحرين ثالث دولة عربية تنضم للمعاهدة إلى جانب جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية وتحمل هذه الخطوة العديد من الدلالات الاستراتيجية حيث تعد المعاهدة بمثابة بوابة لمنطقة جنوب شرق آسيا تسهم بشكل كبير في تنمية علاقات مملكة البحرين بدول رابطة الآسيان وهي العلاقات التي تحرص على تعزيزها وتوثيقها حكومة مملكة البحرين بقيادة سمو رئيس الوزراء ودعم سمو ولي العهد ولا أدل على ذلك من استضافة مملكة البحرين للاجتماعين الوزريين الأول والثالث لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الآسيان في مايو 2009 ونوفمبر 2013 على الترتيب إضافة إلى تأسيس مجلس دول الأسيان والبحرين في عام 2017 بهدف تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية والثقافية بما يعود بالنفع على مملكة البحرين والدول الأسيان ويؤدي لزيادة حجم التبادل التجاري وزيادة فرص الاستثمار وخلق شراكات اقتصادية مثمرة بين الجانبين ويؤكد انضمام مملكة البحرين لمعاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا دور وزارة الخارجية كمنسق للتعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأسيان وهو الدور الذي أقره الاجتماع الوزري الثالث لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة أمم جنوب شرق آسيا الأسيان والذي استضافته مملكة البحرين في السادس والعشرين من شهر نوفمبر عام 2013 بهدف تعميق أواصر العمل المشترك بين تجمعين ينتميان إلى منطقتين استراتيجيتين لهما أهمية حيوية للتجارة والاقتصاد العالمي إن رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصارا باسم آسيان والتي تأسست في الثامن من شهر أغسطس عام 1967 في بانكوك بمملكة تايلند وتضم عشر دول تعتبر من أهم نماذج ناجحة دوليا وتكتسب أهمية اقتصادية كبيرة ولها وزن اقتصادي مؤثر فهي أحد أكبر منتجي المواد الخام في العالم وتمتلك ثالث أكبر قوة عمل في العالم لسيما في ظل التعداد السكاني الكبير ما يجعل لها القدرة على جلب الاستثمارات الخارجية حيث تحتل منطقة الآسيان المرتبة الثانية عالميا من حيث استقطابها للاستثمارات الأجنبية ومن المقاومات والمزايا التي تتوافر للآسيان أيضا ما تتمتع به منطقة جنوب شرق آسيا من مؤهلات طبيعية هامة أما معاهدة الصداقة والتعاون التي انضمت إليها مملكة البحرين فقد أبرمت في فبراير عام 1976 من قبل الدول المؤسسة للرابطة وذلك خلال أول قمة لها في اندونيسيا حيث وقع قادة الآسيان على معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا وإعلان التوافق في الآسيان وتطبيقا لهذه الاتفاقيات عملت دول الآسيان على تدعيم تعاونها في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية وتبنت استراتيجيات عملية لتحقيق التنمية السريعة في اقتصاداتها وفي عام 1987 تم تعديل المعاهدة بما يسمح للدول من خارج رابطة الآسيان بالانضمام إلى هذه المعاهدة بشرط موافقة الدول الأعضاء في الرابطة بالإجماع على الانضمام حيث أصبح عدد الدول المنضمة إلى المعاهدة من خارج رابطة الآسيان ثلاثين دولة بعد انضمام مملكة البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية لها اليوم ومن هذه الدول جمهورية مصر العربية المملكة المغربية الولايات المتحدة الأمريكية المملكة المتحدة الجمهورية الفرنسية روسيا الاتحادية جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الأوروبي وتهدف المعاهدة إلى تعزيز السلام الدائم والصداقة طويلة المدى والتعاون بين شعوب الدول الأطراف بما يسهم في قوتها وتضامنها وعلاقاتها الوثيقة وذلك استرشادا بالمبادئ الأساسية مثل الاحترام المتبادل للاستقلال والسيادة والمساواة والسلامة الإقليمية والهوية الوطنية لجميع الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتسوية الخلافات أو النزاعات بالطرق السلمية ونبذي استخدام القوة أو التهديد بها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر